هذا ما يجب على المسلمين كما أرشد إليه حديث الصحيح أن من أراد أن يبدأ بأمر ذي بال يبدأه بأوصاف الله وأسمائه الحمد والبسمة التي ونحو ذلك ورد فيها حادث نعم وهو فعل ذلك قال أبدأ بالحمد مصليا أي حال كوني مصليا على النبي المصطفى الذي صفاه الله من البشر جميعا مصليا على النبي المصطفى محمد محمد بالجر بدل من محمد نعم خير نبي هذه صفته أنه خير نبي وأرسله الله سبحانه وتعالى فهو صفوة البشر جميعا بما فيهم الأنبياء وذي من أقسام الحديث عدة هذا الذي سيقدمه لك عدد من أقسام الحديث أي مراتب الحديث وأقسامه باعتبار القبول والرد نعم كل واحد من هذه الأقسام سيعطيك عنه تعريفا وحده هو تعريفه الذي يجمعه يجمعه أطرافه ويمنعه دخوله ما ليس منه فيه أولها هذه الأقسام أولها الصحيح الحديث الصحيح المقبول وهو ما اتصل إسناده يعني رواته يتصل بعضهم ببعض بحيث يأخذ هذا عن هذا من أول السند إلى منتهى هذا هو الاتصال ما فيه انقطاع نعم أولها الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ لم يأتي شاذا بمخالفة من هو وثق منه نعم ولم يعل أي لم تظهر فيه علة يرد بها عند أهل الخبرات بالحديث والنقاد الحديث نعم هذا هو الصحيح يرويه عدل هذا بقية تعريفه وصفاته وما يطلب فيه يرويه عدل لا بد من يكون الراوي عدلا فمن ليس بعدل لا تقبل روايته عدل ضابط لا بد أن يكون ضابطا وليس مرافلا ولا مخلطا نعم عدل ضابط عن مثله أي عن عدل ضابط كذلك يتصب بنفس الصفات وهكذا كل واحد عن الآخر من بداية السند إلى نهايته نعم يعتمد في ضابطه ونقله ويعتمد هو في نقله وضبطه على الضبط والرواية الصحيحة اشتركوا في القناة